ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء السلطان عرادة مع أمين العاصمة صنع اللواء عبدالغني جميل ومحافظة حج اللواء عبدالكريم السنيني ناقش عددا من القضايا الميدانية والإنسانية وسبل تعزيز الجهود لمواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات واستمع العرادة من أمين عام العاصمة ومحافظة حجة في لقاء المنفصلين لا تقارير مجزة عن أداء السلطات المحلية والجهود المبذولة في الجوانب الإغاثية والخدمية بالتنسيق مع الشركاء المحليين والإقليميين والتوليين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها بلادنا مستعرضين أبرز التحديات الراهنة والحلول المطروحة لتجاوز كافة الصعوبات ومعالجة القضايا الملحة وحث العرادة خلال تلك اللقاءات على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الجهات المختصة وتضافر كافة الجهود لمواجهة المخاطر والعمل بكل الوسائل الممكن للتخفيف من معاناة المواطنين كون المرحلة الحالية تستدعي من الجميع العمل بروح الفريق الواحد وتجاوز التباينات والخلافات بين كافة القوى من أجل توحيد الصف الوطني لتحقيق تضلعات الشعب مشددا على أهمية التعاون والتكامل بين مختلف السلطات لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة وضرورة استغلال كافة الإمكانات المتاحة لتحسين الوضع الإنساني والتنموي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأكد العراد اهتماما للقيادة السياسية بتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها المختلفة وتفعيل دورها بما ينعكس إيجابيا على مصلحة المواطنين والعمل على تدليل كافة الصعوبات والتغلب على المعوقات بمختلف الطرق والوسائل من جانبهما ثمن أمين العاصمة صنعها ومحافظ حجة حرص مجلس القيادة الرئاسي ممثلا بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي على دعم الجهود المبذورة لتحسين الأوضاع العامة وأعرباء عن تقديرهما البالغ لاهتمام عظم مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة ومتابعته المستمرة لمعالجة العوائق وتجاوز العقبات مشيرين إلى أن ذلك الدعم يشكل دافعا قويا لمواصلة العمل من أجل القيام بالمسؤوليات والواجبات وخدمة الوطن شكرا للمشاهدة